أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج فتاوى وبصحبتنا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن مرحبك الله يبارك فيك أهلا وسهلا نعم نرحب بمشاهدين الكرام الذين ينضمون من خلال متابعتهم ومن خلال اتصالهم على أرقام التي ستظهر لاحقا إن شاء الله وسيرد الشيخ على كل الاستفسارات التي ستصل إلينا عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني الذي سيظهر لاحقا على الشاشة من جديد أرحب بكم وأرحب بالشيخ محمد أحمد حسن نحن حقيقة كالمعتاد نحاول في هذا الشهر الكريم كل يوم ندي جرعة في مقدمة هذه الحلقات على سن نتيح الفرص لمشاهدين الكرام لأسئلتهم واستفساراتهم نحن عارفين شهر رمضان يصر فيه الفضل الكبير جدا جدا خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون فيه رمضان والمجتمعات الإسلامية مجتمعات تكافلية يعني ياريت لو تحدثنا في بداية هذه الحلقة عن فضل الصدق للأيتام والمساكين والأرامل بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوتي إلا بالله الإسلام حس كثير في آيات القرآن وأحديث الرسول عليه الصلاة والسلام على رعاية الأيتام والأرامل والمساكين والتصدق عليهم من الأحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر رواه البخاري ومسلم الساعي على الأرملة والمسكين يعني بيسعى في كسب الرزق الحلال ويأكل نفسه وليداته بنياته وزيد من حاجته أم من حاجته يساعد الأرملة المتوفي زوجها والمسكين وأن ما عنده شيء ده سوابه زي سواب الزول بيقاهد في سبيل الله وسوابه قدر سواب الزول بيصلي بالليل ما بيرقود وسوابه قدر سواب الزول بيصن بالنهار ما بيخطور شو الفضل العظيم يبقى ولذلك حديث كثير فضل الصدق منها قال عليه عبد الله الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار وفي حديث ثاني قال ما نقص مال عبد من صدقة صدقة من تنقص المال وحديث عظيم جدا في السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشيهم ولا ظل إلا ظل قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه برضو حديث ثاني في الماء الصدقة عن عقبة من عامل اليهاني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مريء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ورواه الحاكم وقال على شرط مسلم قال الحفظ المنزري الحديث صحيح حديث فيه بشارة عظيمة لكن الناس ما حسن بيها البشارة العظيمة أنت في مدة حياتك بتساعد الأيتام والأرامل والمساكين والفقراء مما لك الخاص الصدقات دو كل مدة حياتك يوم الغيامة تجمع ولما رب نجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في أرض المحشر وأرض المحشر ملسيزة يطربيزة دي وتنزل ملاكة السماوات السبع يحط بالخلاق من جميع الجيهات وتنزل الشمش في قروس الخلاق مسافة ميل واحد بس والناس يكونوا في الأرض وهكفين حفيانين إريانين لا يأكل لا يشرب العيناء في الوقت الصعب ده والحر الشديد ده المال اللي انت صدقت به في مدة حياتك هي يبقى زي المظلة يظلك من حر الشمش ويبضل مظلك لقاية ما يجي الحساب والناس تحاسبوا وانت تتحاسب وده كل انت في ظل الصدقة بتاعتك نعيد الحديث تاني عن عربة من عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مريء في ظل صدقته حتى يوصل بين الناس شوء البشارة العظيمة نحن ناخد أول هاتف